توجه الحوار الوطني بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستجابة لقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين وثمن الحوار الوطني حرص الرئيس السيسي على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وأحالة الملف القائمين على الحوار الوطني حيث أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن انعقاد جلسات لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية غدا الثلاثاء لمعالجة هذه الإشكاليات والخروج بتوصيات في هذا الشأن كما ثمن الحوار الوطني جهود وزير الداخلية محمود توفيق والنائب العام المستشار محمد شوقي من أجل إتمام إجراءات الإفراج عن 79 نزيلا استجابة لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني وأكدين أن ذلك القرار من شأنه توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني